السلام عليكم اول حاجة خالص احنا هنبدأ ان شاء الله بالسمسمين معنا هنا بالاكواب العيارية كوب مليان من السمسم المتحمص لازم يكون متحمص جماعة ومعنا كمان نص كوب مليان من سكر استيفيانة او سكر استيفيا هنبدأ دلوقتي بالطريقة بس لازم ان احنا نستعمل الاناء اللي احنا نستعمله يكون تفال او جرانيت او اي نوع ما يكونش بيلزق فيه المكونات هنبدأ دلوقتي ان احنا نحط السكر انا استعملت طاصة جرانيت وهنخليها على نار متوسطة وهنحط حوالي معلقة او معلقتين بس من المية نبل بس السكر بالطريقة دي ومش هنقلبه هو هيسيح على طول وهيبدأ ان هو لونه يتحول للون البني كل شوية بس بنهز الطاصة كده لان احنا حطين كمية سكر كبيرة نص كوب مليان هيبدأ ان هو يسيح معانا دلوقتي هو ما بياخدش وقت ابدا بيسيح على طول ده على عكس السكر العادي واول ما يبدأ لونه يتحول للون البني كده اخدوا بالكو على نار متوسطة احنا بنقلبش خالص بمعلقة بنفضل كل شوية نحرك الطاصة كده لغاية لما يبقى لون السكر بالشكل ده نخليه يتحرق معانا كده لازم يبقى لون بتاو محروق كده هنحط عليه دلوقتي السمسم وهنقفل النار احنا مش هنشغل النار دلوقتي وهنقلب بالطريقة دي كده بسرعة اهم حاجة يا جماعة ان احنا نقلبهم مع بعض ويختلطوا كويس بالطريقة دي وخدوا بالكو احنا قفلين النار انا مش مشغالة البتاجاز دلوقتي وبعد ما قلبنا السمسم في السكر بالشكل ده يلا بينا بقى هنفرده مع بعض هنجيب دلوقتي طوصة او اناء وهنحط عليه كده مسحة من السمنة دي سمنة حيواني يفضل طبعا الاناء اللي احنا هنفرد فيه السمسمية او الفولية يكون نوع ما بيلزقش فيه المكونات او ممكن ان احنا نستعمل اناء سですか بعد ما دهنناها كويس بالسمسمية بالشكل ده هنحط دلوقتي السمسمية وهنبدأ ان احنا نفردها وهنفردها بالطريقة دي كده اخدوا بالكم لازم نفردها كويس او هي لسه سخنة علشان قبل ما تنشف مش هينفع ان احنا نفردها هنضغط عليها كده بادينا والافضل طبعا لان هي لسه سخنة او بصراحة فانا هستعمل معلقة اهي معلقة الطعام عادية وهنبدأ ان احنا نفردها بالطريقة دي كده بسرعة قبل ما تنشف اهم حاجة وهي لسه سخنة يا وده بيكون شكلها معانا بعد ما فردتها طبعا انا خلتها السمك بتاعها رفيع جدا بيكون معانا بالشكل ده اه هنجيب دلوقتي سكينة وهنبدأ ان احنا هنحاول نقطعها كده على شكل مربعات شايفين هي اصلا بدأت ان هي تمسك معايا فلازم ان احنا هنقطعها بسرعة كده وهي سخنة خدوا بالكو يا جماعة انا استعملت سكر استيفيانا اه معرفش هينفع الموضوع ده مع اي سكر داية تاني او لا فمش عارفة بصراحة ممكن يزبط مع سويتال او اي سكر تاني اه فانا استعملت سكر استيفيانا وبعد ما قطعناها خطوط بالطول بالشكل ده هنلف الصينية ونعمل خطوط بالعرض المهم ان احنا هنقطعها على شكل مربعات بالطريقة دي كده بتكون معانا بالشكل ده هنسيبها دلوقتي بعد ما قطعناها بالشكل ده لغاية لما تنشف خالص وتبرد خالص خالص وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعها مع بعض ويلا بينا دلوقتي نعمل الفولية اه هنعملها بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها السمسمية وممكن كمان نعمل حمصية وممكن نعمل لوزية بنفس الطريقة بالزبط معانا هنا كوب مليان من الفول السوداني المتحمص ونص كوب مليان من سكر استيفيانا او سكر استيفيا اه ومعانا كمان معلقتين من المياه اخدوا بالكو انا وانا بعمل الفولية والسمسمية اخلصت علبة السكر فاخدوا بالكو هتاخد من نقص سكر كتير علشان تعملوا المكونات دي اه هنجيب دلوقتي نفس الطوصة وهنحط السكر اه ونحط عليها بس معلقتين من المياه بالشكل ده كده هنعمل بنفس الطريقة اللي فاتت هنسيب السكر لغاية لما يدوب ويبدأ لونه يتحول للون البني طبعا يا جماعة احنا مخليين النار على نار متوسطة اه ودلوقتي هنبدأ ان احنا هنجهز الصينية اللي احنا هنفرد فيها الفولية على ما السكر معانا يسيح هنعملها مسحة كده من من السمنة بالطريقة دي كده دي سمنة حيواني وبعد ما السكر معانا دابه بقى لونه بالشكل ده هنعمل برضو نفس الطريقة هنقفل دلوقتي نار البتجاز ما تشغلوش النار بقى خلاص وهنحط دلوقتي الفول وهنقلب بسرعة اهم حاجة جماعة ان احنا نقلب ونخلطه مع بعض كويس بسرعة قبل ما يبدأ ان هو يبرد وخلاص كده احنا قلبنا الفول كويس مع السكر وخدوا بالكو بأكد عليكم النار بتبقى مقفولة اول ما نبدأ نحط الفول ونقلبه اه دلوقتي هنحط الفول بالطريقة دي كده في الصينية وهنبدأ ان احنا نفرده وزي ما قلتلكو يفضل طبعا ان احنا نستعمل الاناء اللي هنفرد فيه الفولية او السمسمية يكون نوع ما بيلزعش فيه المكونات او ممكن الافضل برضو ان احنا نستعمل صينية او طبق كبير من السلاكون اه وهنبدأ دلوقتي ان احنا نفرد الفول بالطريقة دي كده والافضل ان احنا نضغط عليه بايدنا بس اخدوا بالكو بيكون سخن قوي فانا هضغط عليه بايدي كده بسرعة نحاول بس ان احنا نفرده قوي بالطريقة دي كده نفرده على قد ما نقدر وبعد كده هنسيبه لغاية لما يبرد خالص ودلوقتي احنا عملنا الفولية ومعانا كمان السمسمية نسيبهم يا جماعة لغاية لما ينشفوا خالص 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 وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعه وده شكلهم معانا بعد ما ساعوا شايفين بيكون معانا متماسكين بالشكل ده اهم حاجة نسيبهم لغاية لما يساقوا خالص وينشفوا انا سبتهم حوالي ساعتين تقريبا بس ما تحطوهمش في التلاجة يا جماعة لان التلاجة بتدلهم رطوبة وبتخلوهم كده طريين قوي شايفين علشان انا خليت السمك بتاع السمسمية رفيع قوي فهيكون بتقرمش معانا وجميلة جدا وكمان التقطيع اللي احنا عملناه بالسكينة كده هيسهل معانا ان احنا نقطعها بشكل متناسك بتكون معانا بالشكل ده جميلة جدا ومقرمشة وان شاء الله هتعجبكم بس انا بصراحة نسيت ان انا اقطع الفلية بالسكينة قبل ما تنشف فهتبقى صعبة اوه ان انا قصرها فانتو لازم ان انتو تمشوا عليها بالسكينة برضو هي لسه دافية انا بصراحة نسيت فانتو اقطعوها بالسكينة قبل ما تنشف هجيب دلوقتي السكينة وطبعا احاول ان انا اقطعها بس هيكون تقطعها بصعوبة شوية فطبعا لان ايها كانت نشف على ايدي اوي فعسبت السكينة بدأت ان انا اقطعها بايدي طبعا الشكل ما كانش متناسك زي السمسمية لان اقطعها من الاول بالسكينة بس النتيجة كانت الحمد لله مرضية وكانت معانا الفلية بالطريقة دي طعمها جميل جدا ان شاء الله هيعجبكم بتكون معانا بالشكل ده وانا قدمتها بالطريقة البسيطة دي طبعا قدموها بالطريقة والشكل اللي انتو عايزينه شايفين معانا بقى السمسمية جميلة جدا ومقرمشها وان شاء الله هتعجبكم اوي اهم حاجة جماعة ان انتو تخلوا السمك بتاعها رفيع وكمان ان انتو تصيبوها لغاية لما تبرد خالص ودي كمان الفلية مقرمشها وجميلة وان شاء الله هتعجبكم بس انا حاب اقول الحاجة للامانة استعمال السكر الدايت يا جماعة هيديكم كده في طعم الفلية او السمسمية زي سنة مرارة كده طبعا احنا كلنا عارفين الطعم بتاع السكر الدايت بيكون في سنة مرارة شوية عن السكر العادي فعلشان الامانة انا حابيت اقول لكم كده وكمان هتاخد معاكم سكر ضايت كتير اه يعني انا تقريبا خلصت العلبة اللي كانت معايا علشان اعمل الفلية والسمسمية اللي قدامكم دول انا بس حابيت اقول لكم ده للامانة وانا دلوقتي هكتب ليكم مقونات الفلية والسمسمية وكمان السعرات للقطع الواحدة علشان تعرفوا ان انتو تصوروها وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل السمسمية والفلية حلاوة المولت مناسبين للكيتو دايت وكمان لقراطاي بمكونين اتنين بس اتمنى يكون الفيديو عجبكو اذا عجبكو الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصلوكو كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش ان انتو ترفعوا الفيديو باللايك والشير وتعلاقاتكو الحلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس ولما اتجربوها اقولولي رأيكو فيها ايه وبالفهانة وعافية